اشتركوا في القناة ما ذكرت من باب الطرف الفكرية ولذلك نعيدك أيها المشاهد بأنك سوف تسمع أغرب المعلومات وأطرفها داخل القصة استمع لهذه الأسماء جيدا مهلييل ابن قينا ابن أنوج ابن شيث عليه السلام ابن آدم عليه السلام تعرف على الأشقاء الملاعين ثبر بن إبليس الأعور بن إبليس صوت بن إبليس داسم بن إبليس زلمبر بن إبليس تعرف على المكانين المنعزلين عن العالم المسميين برمودة والتنين تعرف على سر بقاء هذين المكانين بعيدا عن أنظار الإنس فضلا اشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى تصلك كل الإشعارات خلق الله عز وجل سميا أبو الجن قبل خلق آدم عليه السلام بألفي عام وقال عز وجل لسميا تمنى فقال سميا أتمنى أن نرى ولا نرى وأن نغيب في الثرى وأن يصير كهلنا شابا ولب الله عز وجل لسميا أمنيته وأسكنه الأرض له ما يشاء فيها وهكذا كان الجن أول من عبد الرب في الأرض المصدر قول ابن عباس رضي الله عنه لكن أتت أمة من الجن بدلا من أن يداوموا على الشكر لله على ما أنعم عليهم من نعم فسدوا في الأرض بسفكهم للدماء فيما بينهم وأمر الله جنوده من الملائكة بغزو الأرض لجتثاث الشر الذي عمها وعقاب بني الجن على إفسادهم فيها وغزت الملائكة الأرض وقتلت من قتلت وشردت من شردت من الجن وفر من الجن نفهر قليل اختبأوا بالجزر وأعالي الجبال وأسر الملائكة من الجن إبليس الذي كان حين ذاك صاغيرا وأخذوه معهم للسماء المصدر تفسير ابن مسعود كبر إبليس بين الملائكة واقتدى بهم بالاجتهاد في الطاعة للخالق سبحانه وأعطاه الله منزلة عظيمة بتوليته سلطان السماء الدنيا وخلق الله أبو البشر آدم عليه السلام وأمر الملائكة بالسجود لآدم وسجدوا جميعا طاعة لأمر الله لكن إبليس آب السجود ولما سأله الله عن سبب امتناعه قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين فطرد الله إبليس من رحمته عقابا له على عصيانه وتكبره ولما رأى إبليس ما آل إليه الحال طلب من الله أن يمد له بالحياة حتى يوم البعث فأجاب الله طلبه ثم أخذ إبليس يتوعد آدم وذريته من بعده بأنه سيكون سبب طردهم من رحمة الله قال الله تعالى إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأ أن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين وأسكن الله آدم الجنة وخلق له أم البشر حواء لتؤنسه في وحدته وأعطاهما مطلق الحرية في الجنة إلا شجرة نهاهما عن الأكل منها قال الله تعالى ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين في حين بقيت النار في داخل إبليس موقدة تبغي الانتقام من آدم الذي يراه السبب في طرده من رحمة الله وهو غير مدرك أن كبره وحسده لآدم هم اللذان أضاع منه منزلته التي تبوأها بين الملائكة وضياع الأهم طرده من رحمة ربه كانت الجنة محروسة من الملائكة الذين يحرمون على إبليس دخولها كما أمرهم الله بذلك وكان إبليس يمن النفس بدخول الجنة حتى يتمكن من آدم الذي لم يكن يغادرها فاهتدى لحيلة وهي أنه شاهد الحية يتسنى لها دخول الجنة والخروج منها دون أن يمنعها الحراس الملائكة من الدخول أو الخروج فطلب من الحية مساعدته لدخول الجنة بأن يختبئ في جوفها حتى تمر من الحراس الملائكة ووافقت الحية واختبأ إبليس داخلها حتى تمكنت من المرور من حراسة الملائكة لداخل الجنة دون أن تكتشف الحيلة وذلك لحكمة لا يعلمها إلا الله سبحانه المصدر تفسير ابن كثير وطلب إبليس من الحية أن تكمل مساعدتها له ووافقت وعلم إبليس بأمر الشجرة التي نهى الله سبحانه وتعالى آدم وحواء من الأكل منها ووجد أنها المدخل الذي سيتسنى له منه إغواء آدم وحواء حتى يخرجهما عن طاعة الله ويخرجهما من رحمته تماما كحاله ووجد إبليس والحية آدم وحواء داخل الجنة فأغوى إبليس آدم بينما أغوى الحية حواءها حتى أكل من الشجرة بعد أن أوهماهما بأنهما من الناصحين وأن من يأكل من هذه الشجرة يصبح من الخالدين ومن أصحاب ملك لا يبلى وغضب الله على آدم وحواء لأكلهما من الشجرة وذكرهما بتحذيره لهما وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين لم يجد آدم وحواء أي تبرير لفعلتهما سوى طلب المغفرة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وحكم الله على آدم وحواء وإبليس والحية بعدما حدث اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين وهبط آدم وحواء من السماء إلى الأرض وتحديدا في الهند كما ذهب أكثر المفسرين في حين هبط إبليس في ديستميسان على مقربة من البصرة وهبطت الحية في أصفهان المصدر البداية والنهاية لابن كثير وتاب الله على آدم وحواء ووعدهما بالفوز بالجنة إن اتبع هداه وبالنار إن ضل السبيل فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون المواجهة في الأرض بين الإنس والجن وإبليس يبني مملكته كانت الأرض صحراء مقفرة لكن الله تعالى أعطى آدم من ثمار الجنة ليزرعها بعد أن علمه صنعة كل شيء وزرع آدم ثمار الجنة على الأرض وأنجب من حواء الأولاد وبقي على طاعة ربه فيما أمر واجتناب ما نهى عنه ولم يخمد إبليس نار عداوته لآدم رغم ما فعل بطرد أبو البشر من الجنة فكان يمني النفس أن يحرم عليه الجنة للأبد تماما كحاله لكن ما العمل؟ فهو يرى أن عداوته قد انكشفت ولم يعد بإمكانه مواجهة آدم الذي هو على طاعة الرب قائم غير أن إبليس بالأصل ضعيفة كما أخبرنا سبحانه بذلك إن كيد الشيطان كان ضعيفا ولا قوة له إلا على الضالين فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين لذلك اختار أن يستخدم سلاحه الوسوسة لكن ليس على أدم وحواء بل على ابنهم قابيل الذي كان يمني النفس بالزواج من توأمته التي شاء الله أن يتزوجها أخوه هابيل من قبله فوسوس إبليس لقابيل قتل أخيه هابيل فحدث ما حدث من القتل والقصة في ذلك مشهورة وجد إبليس بذلك أن ذرية آدم هدفه فتجنب آدم وحواء لإيمانهما القوي وتوبتهما العظيمة ووضع جل أهدافه في ذريتهما التي رآها أضعف أمام الأهواء فبدأ شره يظهر للوجود وبلا حدود مات آدم وحواء وظن إبليس أن موتهما انتهاء لهروبه من المواجهة وأن بإمكانه الظهور علنا للبشر وشن حربه عليهم لأنهم ضعفاء لا يقدرون على المواجهة فظهر للعلن ومعه خلق من شياطين الجن والمردة والغيلان ليبسط نفوذه على الحياة في الأرض لكن الله تعالى شاء أن ينصر بني الإنس على الجيش الإبليسي الذي أسسه إبليس من الجن والمردة والغيلان حين نصرهم برجل عظيم اسمه مهلاييل ونسبه هو مهلاييل ابن قينا ابن أنوش ابن شيث عليه السلام ابن آدم عليه السلام ويروى أنه ملك الأقاليم السبعة وأول من قطع الأشجار قام مهلاييل بتأسيس مدينتين محصنتين هما مدينة بابل ومدينة السوس الأقصى ليحتمي بهما الإنس من أي خطر يهددهم ثم أسس جيشه الإنسي الذي كان أول جيش في حياة الإنس للدفاع عن بابل والسوس الأقصى وقامت معركة رهيبة بين جيش مهلاييل وجيش إبليس وكتب الله النصر بها للإنس حيث قتل بها المردة والغيلان وعدد كبير من الجان وفر إبليس من المواجهة المصدر البداية والنهاية لابن كثير وبعد هزيمة إبليس وفراره من الأراضي التي يحكمها مهلاييل ظل يبحث عن مأوى يحميه ومن معه من شياطين الجن الخاسرين في المعركة ضد مهلاييل واختار أن يكون هذا المأوى بعيدا عن مواطن الإنس يبني به مملكة يحكمها وتلم شمل قومه شياطين الجن الفارين من غزو الملائكة آنذاك فأي مأوى اختار إبليس لبناء مملكته طاف إبليس في الأرض بحثا عن المنطقة الملائمة لبناء حلمه ووقع اختياره على منطقتين مثلث برمودا ومثلث التنين وكان اختياره لهتين المنطقتين لأسباب عدة هي تقع منطقتين برمودا والتنين على بعد آلاف الأميال عن المناطق التي يستوطنها البشر آنذاك أراد إبليس أن تكون مملكته في المواطن التي فر إليها معظم شياطين الجن إبان غزو الملائكة والتي كانت لجزر البحار التي يصل تعدادها عشرات الآلاف استغل إبليس قدرات الجن الخارقة في بناء المملكة والتي كان من أهم تلك القدرات التي تلائم طبيعة البحر ما ذكرها القرآن الكريم والشياطين كل بناء وغوه الصغر وبعد ذلك وضع عرشه على الماء وأسس جيشه من شياطين الجن الذين التفوا حوله في مملكته ينفذون كل ما يأمرهم به قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه في الناس فأقربهم عنده منزل أعظمهم عنده فتنة يجيء أحدهم فيقول ما زلت بفلان حتى تركته وهو يقول كذا وكذا فيقول إبليس لا والله ما صنعت شيئا ويجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله قال فيقربه ويدنيه ويقول نعم أنت رواه مسلم ووضع إبليس للحيات مكانة خاصة عنده جزاء ما عملت له الحية في الجنة من مساعدة تسببت في خروج آدم وحواء من الجنة وذلك بأنجع لها من المقربين لعرشه في مسند أبي سعيد عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن صائد ما ترى؟ قال أرى عرشا على البحر حوله الحيات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق ذاك عرش إبليس وأسس إبليس مجلس وزرائه الذي سيقود مخططاته الشيطانية في عالم الإنس عن كتاب آكام المرجان للشلب روي عن زيد عن مجاهد قوله الإبليس خمسة من ولده قد جعل كل واحد منهم على شيء من أمره ثم سماهم فذكر ثبر الأعور سوط داسم زلنبور أما ثبر فهو صاحب المصيبات الذي يأمر بالثبور وشق الجيوب ولطم الخدود ودعوى الجاهلية وأما الأعور فهو صاحب الزنا الذي يأمر به ويزينه وأما سوط فهو صاحب الكذب الذي يسمع فيلقى الرجل فيخبره بالخبر فيذهب الرجل إلى القوم فيقول لهم قد رأيت رجلا أعرف وجهه وما أدري اسمه حدثني بكذا وكذا أما داسم فهو الذي يدخل مع الرجل إلى أهله يريه العيب فيهم ويغضبه عليهم أما زلنبور فهو صاحب السوق الذي يركز رايته في السوق ولم يكن إبليس وشياطين الجن فحسب من تسن لهم بناء مملكة قوية بل أيضا الإنس بنوا حضارات عظيمة حتى غد العالم لبني الإنس قرية صغيرة ولم يعد المكانين المنعزلين عن العالم المسميين برمودة والتنين غائبتين عن عيون الإنس ذلك أن بفضل التكنولوجيا المتطورة التي اخترعها الإنس من طائرات حلقت في السماء وسفن طافت البحار وغواصات بلغت كل قاع جعلت كل شيء تحت مرمى الأبصار وظلت مملكة شياطين الجن آمنة لعصور عدة لكن ما أن عرف الإنس ركوب البحر ومرورهما بكلتا المنطقتين إلا وأدرك شياطين الجن الخطر الذي يهددهم فاختطفوا أعدادا من السفن والقوارب والغواصات والطائرات التي ربما رأت سرا عن عالم شياطين الجن فخشي الجن افتضاح أمرهم وبالتالي خسارة مملكتهم كما خسروا من قبل الأرض التي كانوا وحدهم يعيشون فيها وخسروا معركتهم مع مهلاييل الذي شردهم عن الأراضي القريبة من مواطن الإنس فعمدوا إلى اختطاف كل طائرة وسفينة ونحوهما مارة حتى حققوا بذلك نصرا عندها صدر قرار دولي بمنع الملاحة في منطقتين مثلث برمودة ومثلث التنين ولكن إن سمحت لي أن أوضح أو أضيف على كلامك في أبو الجن فكان اسمه جان والله أعلم لعل له اسمين هو جان وسمية لقوله تعالى والجان خلقناه من قبل من نار السموم وأما أن أبناء آدم عليه السلام تزوجوا من توأمهم فهذا اختلف فيه بعض العلماء وتوجد روايات صحيحة تقول أن الله تعالى أنزل حورية من الجنة وأظهر جنية من الأرض كي يتزوجون منهما أبناء آدم عليه السلام فالله تعالى قادر على ذلك وهو مقدر ومشرع لكل شيء من حلال وحرام قبل خلق آدم عليه السلام في عالم الغيب أو اللوح المحفوظ فكيف أنه يضطر والعياذ بالله أن يحلل هذا الحرام استثنائيا ولهذا غر قبيل من هبيل لأنه تزوج الحورية وهو تزوج الجنية والله أعلم وأما ما قيل أنهم تزوجوا من توأمهم فهذا من دسائس الإسرائيليات المدسوسة كما هو الحال في كثير من الأمور وتداولت بين الناس إلى يومنا هذا اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغناء وشر فتنة الفقر اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما مقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرك والمغرب اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم أصلح لي ديني الذي هو عسمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر اللهم إني أسألك الهدى والطقاء والعفاف والغناء اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها يا من ليس له رب يدعى ويا من ليس فوقه خالق يخشى ويا من ليس له وزير يؤتى ولا حاجب يرشى يا من لا يزداد على كثرة السؤال إلا تكرمه وعلى كثرة الحوائج إلا تفضلا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما يهون علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم تقبل منا الصيام والقيام اللهم اجمع شمل المسلمين ووحد كلمتهم اللهم وحد راية الإسلام ورد كيد الكافرين اللهم كن عونا لكل من قال لا إله إلا الله اللهم آمين عزيزي المشاهد أترك إعجابك بالفيديو وساعد في مشاركته مع أصدقائك وأخبرنا برأيك في التعليقات ولا تنسى مشاهدة هذه الفيديوهات المميزة وتلك الموجودة في وصف الفيديو شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وقم بتفعيل زر الجرس حتى يصلك آخر إصداراتنا